there is no god in your faith hey the atheist go to hell no شوف المشهد بالواضح مسلمين فقط بسجاداتهم like my palestinian alarm clock allahu akbar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفلام وسلسلات الكرتون مادة مهمة جدا لبناء توجهات فكرية للأجيال الجاية وهم الأطفال بيكونوا المساكين على فطرة وأهليهم يتركوهم يتفرجوا أفلام كرتون أهي بتسلى أطفال وفيها مواد تعليمية مفيدة ولكن لا تنسى أنه في منظمات لا أهداف أنها تعلم طفلك أشياء أنت ترفضها وبطريقتهم بيوصل رسائلهم عن طريق بعض الأفلام والمسلسلات الكرتونية وده موضوع كبير حاليا هناخد نبدأ ونخصص حلقات لهذا الموضوع لأنه موضوع الأطفال بيهمني جدا أتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله مرة الجاية وعلى فكرة توجد نوعية مسلسلات كرتونية اللي هي لجميع العمار وتحتوي على كوميديا السوداء هذه بالذات فيها كمية تسمم غير طبيعي ولا تقول لي أن الأطفال ما يتفرجوا على هذه المسلسلات الدنيا مفتوحة والطفل مجرد يشوف فيلم كرتون حيتابعوا ولا يهموا كان تومي جيري والعائلة سيمسون أكد يهمهم أن الجيل الجاي ما يكون الدين له وجود في حياته أو أنه تكون له أهمية ولو الحد يكون أفضل هنا مسلسل كرتوني مشهور ولو مشاهدات ومواسم وشغال حريقة هنا فرح لأنه اكتشف أنه لا يوجد إله وهنا بيقول لزوجته فكينا ترى لا يوجد إله ستشكريني بعدين على هذه المعلومة المعلومة هذه قيمة وهنا بيقولوا أنهم طالعين يكتلوا الإله والعياذ بالله هذه قطرات من بحر الإلحاد المنتشر في أفلام كرتون اللي تلقائيا يشكك الطفل في أمور الدين ويصير سهل عليه أنه يسمع كلام نقدي في الله ورسله وهذا جزء من الإنفلات فالحرب قوية وطفلك في خطر ولازم تحشر فيها المعلومات الدينية بمناسبة وبدون مناسبة ولازم تخليه يكون صريح معك عشان تعرف هو وين واصل لا يخبي عليك وفجأة تلقاه وصل وفلسع وهنا مشهد بيسأل هل الملحد يروح النار الإجابة على السريع لا يعني إلحدوا ما عليكم ما في أي مشاكل وفي هذا مشهد المنبه لما يكون فلسطيني يعني مسلم شوفوا كيف يشتغل شوفوا هذه الأشياء وتخيلوا نفسكم صغار في السن أطفال تتفرجوا على هذه المشاهد كيف هيأثر عليكم وفي هذا مسلسل جايبين بقرة حمراء تم اكتشافها فالناس تتصور هذا المخلوق الغريب وشوية تتناقل الخبر قنوات الأخبار العالمية طيب مراجعة بسيطة البقرة لها دلالات في بعض الأديان مثلا في الإسلام عندنا البقرة مذكورة في سورة البقرة في قوله تعالى قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين فهي القربان المطلوب من بني إسرائيل ذبحه إذن هي بقرة صفراء في الإسلام أوكي حط هذا الشيء على جمع علاقتها مباشرة ببني إسرائيل ممتاز في كتاب المقدس مذكور إن البقرة حمراء أوكي وقال الرب لموسى وهارون هذه فريضة الشريعة التي أمر بها الرب قائلا كلم بني إسرائيل أن يأخذوا إليك بقرة حمراء صحيحة لا عيب فيها إذن البقرة الحمراء أقرب للديانة اليهودية عندنا تعتبر بقرة صفراء وفي الديانة اليهودية تعتبر حمراء اللي هي في كتاب المقدس طيب ويقول الساد مقارنة الأديان إكرام لمعي عند اليهود والمسيحيين الأصوليين ولادة بقرة حمراء هي من أهم علامات نهاية الأيام بجانب حرب هرماجدون وملكة المسيح الألفي ممتاز إذن لها علاقة أيضا بالمسيحيين الأصوليين يعني فئة منهم طيب للتنبيه ما نقصد أنهم يعبدوها نحن نقصد أنه لها دلالات البقرة الحمراء لها دلالات عندهم ماذا عن الهندوس الهندوس كلنا عارفين قيمة البقرة عندهم وهي تعبد من دون الله في معتقدهم ليش الحين اللفة هذه كلها إحنا كنا اتكلمنا عن المسلسل الكارتوني إنهم لما اكتشفوا البقرة الحمراء الإعلام تناقل خبر فجابوا هنا الإعلام المسلم حتى اللوغو قريب شكليا من اللوغو قناة الجزيرة فلما المسلمين اللي هما أبعدين عن البقرة الحمراء لما وصل لهم خبر وجودها إيش سووا؟ أقول لك إيش سووا؟ شوف المشهد بالواضح مسلمين فقط بسجاداتهم بالعبايات بالزي المسلم بالسجود والجلوس في الصلاة يسجدوا للبقرة الحمراء اللي أبعدين عنها هو الإسلام قالوا لا عادي حط المسلمين كده مزاج حطهم طيب كنتوا خليتوا وها صفراء عشان تمرروا فكرة على الجاهل لا إحنا عارفين ما حد حيشيك ورانا والمعظم حيضحك ويبلع المعلومة ومع آخر مشهد مستفز لما العالم الملحد يدخل الحلم وحصل نفسه في الطائرة فيعمل الأكشن اللي ما يسوى ريالين ولكن هدفه كبير لاحظوا الله أكبر معناها تفجير والولد اللي معاه لبسوا حجاب ويقول هنخطف الطيارة زي الحادي عشر من سبتمبر بهذه الطريقة يزرعوا الخجل في المسلم اللي يهموا رضاهم فيتنازل والطفل أيضا يتنازل عشان يبين لهم أنه متحضر مش متطرف وهنا رسالة مسمومة على السريع للبنات المسلمات أثناء الأحداث كده الغرض التخفي طلب منها تلبسة برقع قالت له البرقع انتهاك لحقوق الإنسان بحسس البنت انها منتهكة ومضطهدة فالحرية تطلب انها ترمي العباية وكل ما كشفت فهي تحررت أكثر إلى انها توصل لمراحل متقدمة والله يصدر علينا المطلوب من الكبار راقبوا أبنائكم وناقشوهم بشفافية المطلوب من الصغار حبايبي هذول بيحاولوا يلعبوا على عقولكم لأنهم غيرانين من عزتكم بدينكم ويبغوكم تعيشوا زي الحيوانات تأكلوا وتشربوا وتتكاثروا وتنسوا أهم شيء وهو العبادة شاء من شاء وأبى من أبى قال الله تعالى وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون خلوا للدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا